وبالمقابل أكد السفير الإيراني في العراق محمد كاذم آل صادق أن وطيرة الأصوات الوطنية العراقية بدأت ترتفع للمطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي وقال آل صادق في تغريدة ترتفع وطيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة ورأى أن هذه الأصوات التي تطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق تضع الإصبع على الجرح وتشخيص دقيق للأزمة تستحق الشكر كما تشكر الحكومة العراقية أيضا على جهدها لتحقيق المصالح المشتركة